اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمنة جامعة البحرين اكد اعتزازه بالعمل الذي انجزته كلية البحرين للمعلمين ومجلس ادارتها خلال هذا العام والأعوام الماضية سعيا للحصول على الاعتمادية الدولية نعم حيث حصلت كلية البحرين للمعلمين على الاعتمادية الدولية من مجلس اعتمادية اعداد المعلمين بالولايات المتحدة الامريكية ان تكون بذلك احد الكليات الاقليمية الرائدة في اعداد المعلمين حققت كلية البحرين للمعلمين على درجات الاتقان في جميع محاور الاعتمادية الدولية من مجلس اعتمادية اعداد المعلمين في الولايات المتحدة الامريكية التي شملت الثقة التامة في محتوى المنهج وطرق التدريس وفي عمليات تدريب والثقة التامة في المخرجات وفي عمليات تقييم واختيار الطلبة وعمليات ضمان الجودة والتطوير المستمر بالإضافة إلى الثقة التامة في الكفاءة الإدارية والمالية وفي الالتزام بالقوانين واللوائح واستغرقت فترة الأعداد للحصول على الاعتمادية أربع سنوات تخللتها عدة معايير الوفاء بالعديد من المتطلبات وتوفير البيانات والخضوع لعمليات التقويم وزيارات التفقدية من مجلس اعتمادية أعداد المعلمين بالولايات المتحدة إلى الكلية فضلا عن عقد اللقاءات والاجتماعات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الكلية ومنتسبها من الهيئات الأكاديمية والإدارية حصول كلية البحرين للمعلمين على الاعتمادية الدولية سيفتح لها الآفاق لتكون مركزا للتميز في إعداد المعلمين على المستوى الإقليمي ويعزز فرصها للشراكات مع أرقم وأسسات التعليم العالي دوليا بما يمكنها من تطوير برامجها ومخرجاتها التي تسهم إسهاما مباشرا في تطوير التعليم والارتقاء بأدائه في المدارس الحكومية والخاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر